جعنا معكم لمتابعة ثقراتنا إلى جريدة اليوم بالمبدأ الصحف كانت معطلة بارح باستثناء الديار التي تصدر حتى ولو كان عطلة فمعظم الصحف التي تصدر في لبنان لم تصدر هذا الصباح ولكن نحن سنعمل لقراءة لأبرز التطورات وما أكثر على ساحتنا المحلية وأيضا ارتباطها بالتطورات الإقليمية ديار شو عنوانت الديار صيغة مشروع قانون الكابيتل كونترول ستسرع التزايد المطرد للكتلة النقدية بغياب خطة إصلاحية للنهوض المشروع سيؤدي إلى فوضى نقدية عارمة قرار رسمي ضمني بتحريج سعر صرف الليرة والمواطن يواجه المجهول وحيدا بس غريب ليش بس نحكى عن الكابيتل كونترول اللي هو كان لازم يكون من سنة ونص مش هلا بلاشت هلأ تطلع الانتقادات ما هو أصلا لازم يكون من سنة ونص ونحن تأخرنا كتير 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 بالكابيتل كونترول طار اللي بده يتير مية بالمية يعني والاستنسبية كانت على عينك يا تاجير صح وحقهم أصلا لأنه ما كان في قانون بيمنعهم بس صار في قانون بيمنع التحويلات وبيمنع الاستنسبية بالتحويلات صار تطلع عليه هيدا الانتقادات وأهم شي قرار رسمي ضمني بتحرير سعر صرف الليرة ليشو سعر صرف الليرة شايفينه مصبت يعني نحنا اليوم وين بتلاقي ألف وخمسة دلونة تلات تلاف وتسعمية وين بتلاقي نسيل ألف وخمسة تلات تلاف وتسعمية وين بتلاقي لا نشوف وين رح نوصل بهيدا الموضوع للأسف كمان يعني بدنا نقول إذا بدنا نتابع الشرق الأوسط أكيد ما بتعطيل وكنت أشرت ببداية أجاندة للمعلومات أو الانتقادات اللي أوردت هذه الصحيفة حول انتقاد عدم زيارة لودريان بزيارة المتحدة رح نشوف التقرير السوا اللي كتبته الصحيفة لودريان إلى بيروت للقاء عون وبر فقط لبنان يكشف رسميا عن بوهربي المخدرات للسعودية بتقول الصحيفة أحدث وزير الخارجية الفرنسية جون إيف لودريان أزمة قبل وصوله إلى لبنان إذ حصر لقاءاته برئيسي الجمهوري العماد ميشيل عون والمجلس النياب نبيه بره من دون أن تشمل بقية المعنيين بتشكيل الحكومة وعلى رأسهم الرئيس المكلف سعد الحريري وعلمت الشرق الأوسط من مصادر سياسية لبنانية معنية بتشكيل الحكومة بأن الخطوة الفرنسية قوبلت باستغراب وأحدثت صدمة سلبية بغياب أي تفسير فرنسي لتبرير استثناء أبرز المكونات السياسية من لقاءات لودريان وتوقعت المصادر أن يبادر الحريري إلى وضع النقاط على الحروب وقالت يعود له وحده اختيار التوقيت المناسب ليدلي بدلوه من دون مراعاة أحد ليس دفاعا عن نفسه وإنما لتصويب ما يمكن أن يرافق محادثات لودريان من تدعيات ومفاعل سياسية من غير الجائز تحميلها لمن أيد المبادرة الفرنسية بالأعمال لا بالأقوال بس بفتكر اللي بأيد المبادرة الفرنسية كيف مسعى فرنسي للقاء بيجمعوا بجبران باسيل ونصف هذا المسعى وأهم ما بين بالمبادرة الفرنسية يؤيد الرئيس الحريري التديق الجنائية نروح للمغزة يعني من موضوع أكتر من التفاصيل اللي هي عم بتضر أكتر ما بتفيد وبباريز علي ما تشترى الأوسط من مصادر واسعة الاطلاع أن لودريان يحمل ثلاث ملفات وأن فرنسا تعمل مع الولايات المتحدة وبريطانيا لفرض عقوبات مشتركة على الجهات الفاسدة أو المعطلة